بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة أهل الأعدار ونحن في عذر السفر وهنا مسألة إذا ذكر صلاة حظر في سفر أو عكسها أو اتم بمقيم فهنا ثلاث مسائل المسألة الأولى هي إذا ذكر صلاة حظر في سفر والحظر المرد بها لقامة والمسألة الثانية هي العكس إذا ذكر صلاة سفر في حظر أو يتم بمقيم نأتي على المسألة الأولى وهي أن يذكر صلاة حظر في سفر مثال ذلك رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر فالظهر أدركته وهو مقيم ثم سافر ثم تذكر في السفر أنه لم يصلي الظهر فإنه يصليها صلاة مقيم يصليها أربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولأن الصلاة لزمته تامة فوجب عليه أن يأتي بها تامة أما عكسها لو ذكر صلاة سفر في حظر مثال رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر وقد أدركه الظهر وهو في السفر فهل يلزمه أن يصلي أربعا؟ لأنها صلاة وجبت عليه وصلاها في الحظر فيصليها صلاة حظر ويلزمه الإتمام أم يصليها صلاة مسافر ويصليها ركعتين القول الأول وهو المذهب أنه يصليها صلاة حظر أنه يصليها صلاة حظر فيتمها أربع ركعات لكن ابن عثمين رحمه الله يقول الراجح خلاف المذهب خلاف مذهب إليه الحنابلة وهو أنه إذا ذكر صلاة سفر في حظر فإنه يصليها صلاة سفر يصليها قصر فيصليها ركعتين واستدل على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وهذا الرجل ذكر أنه لم يصلي الظهر وهي ركعتين في حقه فلا يلزمه الإتمام وإنما يلزمه أن يصلي ركعتين فقط المسألة الثانية هي إذا أتم المسافر بمقيم فإنه على المذهب يتم إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يأتي بالصلاة تامة يعني إنسان مسافر ووقف في الطريق فوجد ناس مقيمين أما هم إمام مقيم ودخل معهم في الصلاة فإنه يلزم هنا الإقامة ولا يصلي صلاة مسافر واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ومدام أن الإمام مقيم فإنه يلزمه أن يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر المسألة الثالثة إذا أتم بمن يشق فيه هل هو مسافر أو مقيم وهذه تحدث مثلا في المطارات أو على الطرق السريعة أو الطرق التي يسلقها المسافرون وفيها مساجد فقد تجد شخص يصلي صلاة الصلاة وهو مقيم فيصلي أربع وتجد آخر يصلي صلاة مسافر فيصليها ركعتين دخل الإنسان وهو شاك هل هذا الإمام هل هو مقيم أم هو مسافر فهنا قالوا أنه يلزمه الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر فلابد أن يدخل في الصلاة بنية الإتمام يعني أن يصلي أربعا قال ابن عثيمين والقول الراجع أنه لا يلزمه الإتمام لأن الأصل في صلاة المسافر القصر ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا كان الإمام قد أتم فإنه يتبعه إنما جعل الإمام ينتم به لكن لو كان الإمام لو شك هل الإمام مقيم أو الإمام مسافر أو هل الإمام يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم فدخل معه ثم وجد أن الإمام يصلي صلاة صلاة مسافر فعلى المذهب أنه لا بد أن يتم حتى وإن كان الإمام يصلي صلاة مسافر لأنه لم يدخل في الصلاة بنية القصر وإنما دخل بنية الإتمام لأنه شك في الإمام لكن يقول ابن عثيمين الراجع أنه لا يلزمه إلا إذا كان الإمام أتم الصلاة فإنه يلزمه متابعة لإمامه مسألة إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت هذه الصلاة وأعادها هذه مسألة المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها مثال إذا أتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فإذا فسدت هذه الصلاة بحدث أو بغيره ثم فارق الإمام وجاء بعد ذلك وأعادها فهل يلزمه أن يصليها صلاة تامة أربع ركعات أم يصليها صلاة مسافر قالوا يلزمه أن يصلي أربعا وهذا هو المذهب أما إذا ذكر إذا دخل في الصلاة التي يلزمه إتمامها وذكر أنه على غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد في هذه الصورة وعلى هذا فلا يلزمه الإتمام المسألة الأولى قالوا فسدت بدخل في الصلاة ومتوضع لكن في أثناء الصلاة فسدت بخروج شيء منه فهنا أنعقدت الصلاة فقالوا هنا يلزمه أن يتم إذا أعاد الصلاة إذا جاء وأعاد الصلاة فيلزمه أن يتم بخلاف ما إذا دخل الصلاة وهو غير متوضع فالأصل أن الصلاة لم تنعقد من الأصل فإذا أعادها خرج وأعادها فإنه يصليها صلاة مسافر مسألة أخرى إذا لم ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة مثال دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن نوى صلاة الظهر ولم يستحذر تلك الساعة أن ينويها ركعتين يعني أن ينويها صلاة مسافر هذه المسألة قالوا لها ثلاث صور الصورة الأولى أن ينوي الإتمام وهذا لا إشكال فيه فإنه يتم الصلاة أربعا الصورة الثانية أن ينوي القصر فإن هذا أيضا لا إشكال فيه فإنه يصلي ركعتين قصر الصورة الثالثة هي أن ينسى فلا ينويها قصرا ولا إتماما لا ينوي الصلاة لا قصرا ولا إتماما فقالوا فإذا لم ينوي الإتمام فإنه يلزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر الدريع ذلك قولنا بصلاة الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مرئين ما نوى وهنا ينبغي أنه يتم الصلاة لأن أيضا الأصل أنه لم ينوي وبالتالي فيلزمه الإتمام وعللوا لذلك أنه يلزمه الإتمام قالوا لأن الأصل وجوب أنه يصلي الصلاة تامة وصلاة السفر إنما هي طارئة لوجود السبب والسفر فالأصل أنه يصلي أربعا فإذا لم ينوي أنه يصلي صلاة مسافره القصر فإنه يلزمه أن يبني أو أن يصلي الأصل وهي أربع ركعات فيتمها أربع ركعات والقول الثاني في المسألة أنه وإن لم ينوي القصر فإنه يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر أنها تصلى ركعتين فهنا على المذهب كما في القول الأول يجب الإتمام وعلى القول الثاني لا يجب الإتمام وإنما يصليها صلاة مسافر قال ابن عثيمين والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر لأن الأصل أنه يقصر وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام كذلك المسافر لا يلزمه نية القصر هذا والله أعلم اشتركوا في القناة